السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد لي اوقاتكم اصدقائي اهل المرحبا بكم بصراحة اطلالة بسيطة خارج الموضوع العروض التقديمية اللي فيها تصبيقات عملية جاهزة حبيت اقدم لحضراتكم واصلت الضوء عليها لانه من خلال متابعة لتعليقاتكم وفرقات الاصدارات من اوفيس اللي عندكم لاحظت ان في عندكم مشاكل كتير كيف ممكن ابدأ في تصميم الجرافيك في العروض التقديمية ضمن برنامج بواربوينت كيف ممكن اطلع مخرجات كان انا ربما تعلمت الادوات البسيطة كاوامر برنامج لكن مش قادر اطلع هذه البدائل فما هي القواعد الاساسية في التصميم وما هي مبادئ التصميم فحبت اني انا اقدم لكم في هذا الفيديو اهم القواعد يلي لازم ترتكزوا عليها اثناء تصميم كل العروض التقديمية ضمن برنامج بواربوينت او اذا كنت مصمم جرافيك ديزاين باي برنامج كان سواء كان او كان فوتوشوب او كنت حتى في البواربوينت طالما ان العنوان هو جرافيك ديزاين فبداية يا اصدقائي مبادئ التصميم هي عبارة عن مجموعة قواعد واسس يجب ان يتقنها اي شخص ضمن هذا المجال او اللي حابب يبدأ بهذا المجال عبارة عن بعض القواعد والاسس وهذه المجموعة من هذه القواعد لازم يمتلكها اي حد فينا طالما هو رح يبدأ بتصميم جرافيك ديزاين سواء كان في البواربوينت وفي انشاء وتصميم اي محتوى لان بصراحة هذه القواعد هي يلي بتميز بين المصمم الجيد بداية والمصمم يلي مش جيد مش رح اقول سيء لكن هو يحتاج الى بعض المثابرة والممارسة واكتساب المهارات سيطور في مخرجاته لكن المصمم الجيد المحترف الابداعي اللي عبطل مخرجات جميلة جدا والمصمم اللي ساته في بداية المشوار وتعتبر هذه القواعد اول خطوة لتربية الحس الغني بداخل المصمم لان المصمم بنهاية المطاف هو عبارة عن فنان فما هي عناصر التصميم في الجرافيك ديزاين اثناء انشاء المحتوى في برنامج بواربوينت ما هي العناصر رح اعتمد عليها لحتى انطلع مخرجات الجرافيك بها العموم بكل بساطة رح اقوم بيعد هذه الخطوات الرئيسية وهذه العناصر الرئيسية عفوا لحتى اي حد فيكم رح يبدأ بتصميم محتوى انفو جرافيك ضمن برنامج البواربوينت لازم يتركز او يتركز ذهنه على هذه العناصر ما بيقدر يشتغل بدونها لان هي عبارة عن مكونات رئيسية متل ما تكلم تماما تبدأ عناصر التصميم اولا في البوينت يلي هي النقطة مع تجمع النقاط بيصدر عندي او بيظهر عندي لين يلي هو الخط ومع تكرار الخطوط ايضا بيتشكل عندي الشب يلي هو الشكل ويمكن انتاج فورم او مجسم من هذا الشكل وايضا من قواعد التصميم الرئيسية هي الكلر يعني هي الالوان ويوجد العديد من المواقع يلي بتساعدني في استقطاب عوائل الالوان المناسبة لاي تصميم انا راح ابدأ بانشاؤه عدة مواقع بتقدم لي خدمات الكلر لتدراجات اللونية او حتى للعوائل اللونية لاستفاد منها بانشاء تصميم الجرافيك باي برنامج واليوم نحن كلامنا عن برنامج البواربوينت ايضا من عناصر التصميم يجب فهم قواعد الفاليو او قيم الالوان اللي هي بتكون محاكاة الظل والاضاءة اللون الباهت يعطي الظل للاضاءة واللون الغامقة والقاتم يعطيني الظل لنفس اللون تماما فالفاليو وكتابة القيم بشكل دقيق وصحيح هو ايضا بيساهم معي بانتاج طابع انفوغرافيك جميل جدا جدا فلذلك تعد عنصر القيم لدرجات الالوان او لدرجات اللونية هي بمثابة عنصر رئيسي في قواعد تصميم الانفوغرافيك وما قبل الاخير في عندي شيء اسمه لسبيس اي الفراغ المحكم والمضبوط بين الاشكال الفراغات اللي بيعتمدها بين الاشكال مش دقيق يكون في عندي اول تصميم يكون جميل التصميم يلي بيكون على يعني تاليم الاصل يكون غرارهم تمام في عندي بتلاحظ انه مستطيل الزحف الى مكان معين المقاسات ما كانت دقيقة المسافات بين الاشكال ما كانت متوالية بشكل صحيح لحتى تعطيني الايحاء اللي انا بدي اياه تماما سواء كان للظل سواء كان لإضاءة سواء كان للتشابك او تداخل الاشكال مع بعض البعض العديد من النمازج والعديد من الاشكال العديد من القواعد والعديد من المخرجات تمام اللي ممكن نحن نستشهد فيها لكن حبيتني اوضح لالكم ان من اهم عناصر التصميم لجرافيك ديزاين هي الاسبيس هي الفراغات بين الاشكال يجب ان تراعى بدقة واخر شيء في عندي اياك عنصر رئيسي بعناصر جرافيك ديزاين هو التكستجر اي ملمس الجرافيك او ملمس التصميم بمخرجاته ونهايته كثير من الاوقات او وكثير من الاحيان هنضطر نضيف التكستجر او الملمس الختامي للتصميم وهذا قل ما نستخدمه وليس اعتيادي بشكل كامل على كل التصميم لكن هو يستخدم لملمس التصميم فعناصر التصميم يا اصدقاء هي الوحدات الاساسية لاي تصميم مرئي يشكل هيكله وينقل رسالته المرئية وهذه العناصر اللي انتكلمت عليها هي اللي بنيت عليها جميع التصميم الانفو جرافيك على اي برنامج كان والان اصدقائي بعد ما تكلمنا عن عناصر التصميم رح نختم لقائي معكم اليوم بالتعرف على قواعد التصميم فيه 8 قواعد رئيسية للتصميم الانفو جراف بالعموم مثل ما قلت ايا يكون البرنامج يجب اخذانا بالحسبان وان شاء الله تعالى بالايام الجاي رح نحاول انه نحن نغطي شروحات قدر المكان وان كانت نظرية لكن عن الدلالة والمفهوم لهذه القواعد اللي هي تسمى قواعد اساسية بالتصميم القواعد هي على الشكل التالي بداية التباين وعندي ايضا الانسيابية وعندي ايضا التنسيق واضاف لها التوازن وايضا التقارب ومن ثم التكرارية ومن ثم البساطة وأخيرا التوظيف هذه هي القواعد الاساسية لتصميم الانفو جرافيك وتعلمنا وتعرفنا على العناصر ايضا الاساسية صديقي الغالي الان ليش انت مش قادر انك تبدأ بهذا المشوار وتطلع افكار جميلة في برنامج البواربوينت تقدم محاضراتك وتقدم دروسك التفاعلية اونلاين وتطلع مخرجات تصميم جميلة كتير ليش مع عمالي منقدر اذا الخطوات الرئيسية خلني اعد لك الان على عجل وبشكل ليس نظري هو بشكل بيني وبينك تمام كيف ممكن تنطلق بهذا المجال وتطلع عروض تقديمية احترافية وبصراح هذا مجال ليس بالقليل يعني انت بامكانك تخلق بزنس كامل وتبدأ بانتاج مشاريع وسلايدات وتبدأ بعرضها على منصات معينة او مواقع معينة لبيع الخدمات المصغرة او ما شبه ذلك وتبدأ الان باستلام ارباح وخلق بزنس كامل لحضرتك ما فقط من استثمار مشروع تصميم الانفوغرافيك فيه برنامج بسيط هو ليس فوتوشوب وليس الستريتور هو برنامج بواربوينت بكل اختصار يا اصدقائي رح اقول لك اول شي نحن لازم نتعلم الخطوات الرئيسية للبرنامج يعني البرنامج الواجهة الرئيسية لالهم القوائم اهم الاوامر ولا الاختصارات لازم انا اتقنه كيف اتعامل مع السلايدات كيف اوصل الى مربعات الحوار الى اجزاء المهام كيف اوصل الى كيف ادريد الاشكال كيف اغير بالمساحات كيف اعمل كابي اعمل ديلت اعمل تزيين الخلفية ادرار صورة الانيميشن والحركات يعني الى اوامر الرئيسية الاساسية في برنامج بواربوينت كمالحة الاولى اي حد رح يدخل المجال لازم تكون هي عنده هذه المواد الاولية بعد المنا لازم يتعرض الى ثقافة البدائل يعني لازم تشوف الناس شو اشتغلوا بهذا المجال فاسفوت الى مواقع شاهد فيديوهات تابع الناس تانين شو اشتغلوا في تصميم الانفوغرافيك في برنامج البواربوينت وعرض نفسك للبدائل في قاعدة بتقول بمعنى ثقافة البدائل بقدر ما نعرض انفسنا الى البدائل نحسن جد الاختيار خلني اعطيك مثال وان كان خارج موضوعنا اليوم حضرتك لو حاب تشتري بيت او تشتري سيارة الله يرزق الجميع وتشتروا افضلوا من شاء الله فانت بتنزل على السوق فبتشوف اول سيارة وتاني سيارة وتالت سيارة وربما رابعة وخمسة وسادسة لحتى اخر شي تشوف الانسب لمصرياتك ولي اهدافك في شراء السيارة بتحتاجها في مواصفات معينة او ما شابه ذلك اثناء اسئلتك ربما تصادف شي انت مو خاطر على بالك ربما تشوف سيارة صاحبة مستعجلة على بيعتها فبتاخدها بسعر اقل وما شابه ذلك ما في حد فينا اطلاقا بينزل على السوق ويشتري اول سيارة بيلمحها فالاصل ان هو يعرض نفسه لبدائل لحتى يحسن جودة الاختيار هذه القاعدة الرئيسية تالت شي انا راح اطيك في بدايتك بهذا المشوار بعد ما نتعلم الاوامر الرئيسية للبرنامج نعرض انفسنا الى البدائل التقليد قلد الناس كيف اشتغلوا وحاول تطالع تصاميم بنفس الجودة تماما ما عبقلك طالع شي احترافي او شي اجديد او كزا لا حاول انك تقلد قدر الامكان في قناة عالمكم عبقديم لك شروحات مفصلة وبدقة تامة لحتى اساعدك في موضوع التقليد اذا بعد ما تعلمت اوامر البرنامج وعرضت نفسك لبدائل وقلدت في مشروع اثنين ثلاثة اربعة اشعل الان مخيلتك وتخيل اي تصور لتصميم الانفوغرافيك وابدأ بتطبيقه اول مرة راح يكون المظهر مش اللي بيخيالك ما بيشبهه اطلاقا راح تتفاجأ انه بعيد لكن مع المارسة والتكرار والتتالي وخطوة خطوة والارادة والحافظ شوي شوي راح تشوف انك استطعت ابتكار مخرج انفوغرافيك جميل يحاكي خيالك ويحقق اهدافك بالضبط اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لكم بهذه الاطلالة البسيطة شيء جميل ويساعدكم في نهضة مهاراتكم في موضوع تصميم الانفوغرافيك في برنامج البواربوينت وبرجع بذكر مرة تانية بخدمة الانتساب في قناة عالميكون بتخولك الحصول على الملفات لحتى انت تبدأ بالاستعانة بها ضمن هذا المشوار وايضا بتحقق لك بمستوى اخر طلب فيديو معين وشرح لي فكرة انت مش قادر عليها فانا بقدم لك ياها وتعين فيها مخيلتك وايضا اذا بتحب تحضر كورس كامل فخدمة الانتساب باحد المستويات موجود خدمة حجز كورسات كاملة فاتمنى ان شاء الله و تعالى اكون ضمن هذه الخدمة المتكاملة في قناة عالميكم عملي بساعدك لحتى تكون انت في الواقع العملي والمهني وبسوق العمل مباشرة وتنهض وانا انصح الجميع ابدأ من اليوم احجز منصتك خاصة في او حسابك الخاص في خمسات في اي متجر لبيع الخدمات المصغرة اسأل وشوف في عندك البيهانس في عندك تين مواقع عربية وانجليزية احجز منصات ابدأ بتصميم اصغر منتج على برنامج بوروينت وعرض للبيع ربما الشيء الصغير بالاداء يلي انت ما اعجبك هو يكون شيء كبير عند غيرك فيبدأ في مراسلتك ويشتري منك هذه الخدمة مباشرة هذا الموضوع يعطيك الحافز لحتى انك تستمر وانت بتشوف انت باللحظات الاولى فتحت بزنس كامل لك السوق كبير والاحتياجات كتيرة طلاب جامعيين محاضرين جامعيين مدربين لبرامج تدريبية مسويقين مبيعات يعني شوفي عمنا كمان دروس التعليمية الخاصة والعامة لكل المراحل الجدائية وعددية وثانوية وكل شيء عاد عن ذلك السوشال ميديا يعني تصميم السوشال ميديا والفيديوهات التعليمية مجالات جدا عميقة وضخمة وسوق فيه كتير من الزبائن يلي بيساعدك لحتى انت تطلع بسوق عمل وتطلع ببزنس جميل يحقق لألك إيراد الله يرزاك وتحسب حسابنا فأتمنى التوفيق والسلامة للجميع فلا تنسوني من التفاعل لا تنسوني من الاشتراك إذا كنت ضيف جديد ولا تنسون مشاركة هذا الفيديو للأصدقاء بصراحة ما تفاعلكم بتحفزوني لحتى أقدم لكم المزيد أصدقائي تركت فيديو على حكاية شغف أني أنا مقدم يعني شيء من التعليق الصوتي أو الهندس الصوتي والرابط الفيديو رح يكون بصندوق الوصف وهو الآن بالصفحة الرئيسية لقناة عالمكم أتمنى تكرم من مروركم على هذا الفيديو إعطاء الرأي بهذا المحتوى وإذا كان في أي ملاحظات أي مشاركات أخذ بالتعليقات حتما وأستمع لحضراتكم فأنتم جمهوري المحبب والمحبوب وأيضا إذا بتحبوا بالأيام الجاي القريبة أو البعيدة حسب رأيكم أني أنا أقدم لكم شيء عن مهارة التعليق الصوتي أو عن الهندس الصوتية بذا تحبوا نحن نخطو بهيك مجال فأنا جاهز أني أنا كمان أساعدك بيكون في إلك بزنس هي بيع الخامة الصوتية كيف تبيع صوتك كيف تهندس صوتك وكيف تعرض صوتك إلى حسب المنصات أو مواقع أو حتى على اليوتيوب وتبدأ في بيع الخامة الصوتية وعلى فكرة الصوت البشري جميل بالعموم نادرة ما تشوف صوت ما بينسمع فكل الأصوات تسمع وكل الأصوات تركب عليها فلا تروا تأثيرات جميلة لا يطلع منها الشيء الجميل من الخامة الصوتية ويمكن بيعها في مجال الفويس أوفر أو التعليق الصوتي سامحوني أني أطلت عليكم بالفيديو لكن أنا دائما بصراحة كل ما أقعد حتى أصور فيديو سواء كنت موجود على الكاميرا أو مش موجود أحس أني أمامكم تماما بصراحة وأستشعر وجودكم وأقدم لألكم بكل طاقتي وأسأل الله صلى الله عليه وسلم أن يمدني بهذه الطاقة أكتر وأكتر لأنني أستشعر الشغف بإعطاء هذه المعلومات وأترككم برعاية الله وألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا